صباح الخير من المغرب مدينة تطوان المكان هنا رائع كما لاحظتم بالعنوان انا اشتريت بيت جديد هذا هو بيتي هنا في تطوان المغرب يا سامة تواضع تواضع المية المية دعونا اعملكم جولي في بيتي جاهزين لانه بيتي الجديد فلازم اعمل حركات جديدة مين دو شو اعمل بيتي؟ اعمل بيتي جديد اعمل بيتي جديد اعمل بيتي جديد كيف المسبح؟ اعمل بيتي جديد اهم ايش بالبيت هو المنظر تفضل شوك شاطئ وطبعا مستحيل ننسى المسبح هؤلاء البيوت اللي جملة ما بستخدموا بس انا مسبحي فقط انا حكيت لهم يحطوا هاي هون عشان ما حدا يسبح بالمسبح تابعي اجي صاحب المسبح يلا 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 اعمل بيتي جديد اه خلص الجولي في بيتي الجديد في المغرب في تطوان بطمان تكون استمتعتوا فيه شكرا على المشاهدة الامن اجواء تعال تعال مروان هو صاحب البيت الاصلي تضعفنا عنده بالليل شكرا كثير اليك يا مروان لا شكرا ومرحبا بكم سعيد بجايتك محمود وبزيارتك في تطوان والله شرفتنا كثير شكرا شكرا وبتمنى انك تعيد الزيارة وتأتي كثير متحمس هون ان شاء الله ليش لا بشيوم اشتري بيت بالمغرب بس تضيف فيه ناس رائعين مثل جو ومروان شباب تعالوا شباب شو رأيكم يا جماعة باللبس هاي شوي غريب بس اوكي نرجع شوي بالوقت متل ماعملنا فيفيديوهات المغرب كلها واللي هي اغنيتنا المعتادة جاهزين شباب لا تفاقنا جو هل لقد تم تصبحا احصاب السعود هلأ مش عاب قولها صلاة كتب راح اطلع له هل تفق بيداي تفق فيه قليلة قليلة انا لا اتفق في يداي كيف انت راح تتفق صغيرت اعمل كل ايش معه الا قصه يشعره ليه هيده 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 عشان بس عشان ابيع احلا 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 راح نستكشف تطوان وجمال هذه المديدة كان فيه اعطل صغير بالشاشة عندي شاشة الكاميرا يجينا هون حتى نصلحها ما اخذ مني ولا اشي فشكرا شكرا كثير لكم عن جد الناس هم بفاجوني اكتر واكتر هم بالمغرب نحن بنقدم كل الامكانات ليكون افضل الفيديوهات شكرا 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 اذا انا تصورت جنب الحمام البيضاء يعني انا خلاص فيه تطوان هذه هي سنتر تطوان في الوسط اوكي بالفيديو اللي فات كنا بالمدين الزرقاء هالمرة احنا بتطوان المدينة تاريخ مقولها بيضة صراعا ما معرف شو فكرة بس ممكن نسأل حدا من الشارع اذا بعرف حابين نسأل حدا موسيقى هنسأل هون ناس محليين من مدينة تطوان عن سبب انه كل المباني تقريبا هون بيضة حسن البلدي معنا هون رح يجاوبنا هو من هون من مدينة تطوان شو السبب الرئيسي انه المدينة هيك بيضة مدينة تطوان معروفة الشعر بالمدينة تطوان وهي الحمام البيضة عليها بالطيور البيضة لذلك هم يعني بحبوا اللون البيضة ترمز للمدينة وهذا هو سبب الرئيسي انه كل شيء ابيض شكرا كتير لك شرفت فيه مرحبا مرحبا تطوان تطوان فتوحيكم وحرمها مرحبا مرحبا ماذا يضحك انه لما حت صور على الانستغرام لمناطق زي هيك فيه ناس من المغرب يسألوني محمود وين هاي المناطق صراحة كتير كتير سعيدة انه احنا عم نقدر نصور نغطي لكم مناطق غريبة انتم ما بتعرفوها مجدارينها قبل ممكن فيه ناس من بره المغرب حابين يجوا يزوروا المغرب بتشوفوا الفيديوز بتعرفوهم المناطق وكمان الناس المن المغرب كمان بتقدروا تشوفوا وتزوروا مناطق من بلتكم تطوان موسيقى موسيقى بطوان بكون له نكه ثانية هل سرق؟ هل سرق؟ واحد بقول لكل واحد يشرب ماذا أفعل؟ زار زارتي شوية؟ أشطح يعني أرقص سيصير أرقص، أشطح طيب بزر! زي الملك الشيك شوي صح؟ يا جماعة الكاميرا عم بشرب عم بتفرج عليهم كلهم عم بتستنون يا جماعة تفضلوا شو راح نعمل اليوم؟ هنطلع بس نعمل تحدي بالاتي في جاهز جاهزين؟ هنجرد البطور الصحباوي في مسابقات هنصير بيننا مين فريقك؟ فريقي مرهو مرهو عن فريقك جاهز؟ يلا وين فريقك؟ وين مش شايف حدا مش شايف حدا جاهز؟ وين وين وين؟ شو هاي كأنه داخل عمليات عادي هاي هيك الأبيضة مالشي مزيان؟ جاهزين مون فاملي؟ تجربة رائعة لأول مرة تجربة رائعة مرة تجربة رائعة مرة تجربة مرة احتيحت أكثر تجربة بشكل حدود تجربة رائعة بشكل حدود صاحب الموتورات بحكي أنا بحكي أنا شكرا تيكيو إلى الأمام دائما بدون أغلاط وها هي محطتنا على هالمنظر الرائع هون وياه بيفوا أنه أنا أول مرة أجرب هيك إشي وعم بيحكي لي أنه أنا أحسن وعد فيه يعني ما عم بلمح على أي شي بس اللي يفهم يفهم لا صراحة إشي كتير كتير وممتاع ما مفهم لي سامعين اللي أنا سامعه في صوت غريب سألت الجماعة هون شو هذا الصوت حكولي أصوات ضفادع كلهم بيحكوا مع بعض بعتدوا لنسوان الضفادع بعد عرس أوكي وهاي وصلنا طبعا تجربة كانت رائعة شو رأيكم شباب خطيرة اللي عملوا حادث شو رأيكم خطيرة شجر كان في الطريق مشكلة الشجر هذا شجر وهذا ما وإنت شو كان مشكلتك مشكلتي أنني اقتنى الأول وفز وما رضاوش ما يقولوله حقيقي أنت كنت الأول أنا متراني عندما كنت أورائي سألهم أنا كنت اللي راكل مع الأول هاي؟ كنت اللي راكل مع الأول المشكلة كانت بس أنه اتربنا وطيّننا غير هيك برفاكتو مساء الخير من مدينة قنيطرة من غرب المغرب طبعا هاي آخر ليل اللي إلي هون بكرة الصبح مسافر أب شوي بهذا الشارع اللي هون صورت تجربة اجتماعية التجربة الاجتماعية اللي بتشوفوها عن جد إشي كثير صعب بتجرب مع كثير نات يعني ممكن الفيديو يكون خمس داية ست داية بس أنت بتكون استخدمت عليه يوم كامل كانت ردود أفعال جميلة من الناس حاولوا يساعدوني بالإشي اللي أنا عملته مش عارف إذا انتوا هلأ شوفت الفيديو أو لا بس إن شاء الله بتشوفوه إذا لسه ما شفتوه بوشع كوك راح نشتقلك يا أخي نشتقلك كذلك يا أخي بونجور ليش البؤساء ابتسموا ما بدي صورني بولي حتى آخر ثواني ما بدي كيانا أصورك تعالي يا جمال لعظة الوداع والحب ضاع أخلال الفراخ شكرا كتير لأصحابي لا تبكوا أين هو البشوار الوفقاء الدرب شكرا لكم عن جدو شوي بجدية هلا شكرا سأشتاقو إليك والله أنا كمان سأشتاقو إليكم جدا قلت جدية أنا جدية جدية الآن سمت أخذوا باشع كوكا أخذوا معك من فضل الأغني الأخير هلوة حلوة توقف. شكرا سلام